بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في مدونة العادة للمعلومات ان شاء الله النهاردة هنشرح طريقة جديدة وحصرية ما حد شرحها قبل كده لطريقة زي ان احنا نحمل صور من موقع شطر استوكي طبعا الموضوع ده شرحناه قبل كده وكان بطريقة معينة عن طريق موقع معين ولكن للاسف الموقع ده سعب بيعمل هنجة او سعب بيسقط السيرفر بتاعه وبنقدرش نحمل الصور دي. النهاردة ان شاء الله اجاب لكم طريقة تانية ان شاء الله يعني هتكون مستمرة ومضمونة معكم وطريقة غريبة جدا يعني انا شخصيا استغربت منها ولما جربتها بصراحة يعني اتهشتني بشكل كبير جدا. طيب الطريقة عبارة عن ايه ان احنا اول حاجة طبعا بروح على صفحة الفيسبوك احنا هنحمل الصور عن طريق الفيسبوك. هنروح على الصفحة دي يا جماعة الصفحة دي متخصصة في ان هي بتحمل لك الصور بتاعت شاتر استوك. تمام? طيب ازاي? ضع بارة عن روبوت هتدلو لنك الصورة هيدي لك لنك الصورة من غير اه ووتر مارك. تمام? هتدلو لنك الصور اللي انت عايزت تحملها هيبعتها لك من غير ووتر مارك. طبعا احنا عارفين مشكلتنا في الموقع بتاع شاتر استوك. ما بدأين تشك في الموقع. ان معظم الصور بيكون عليها ووتر مارك زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. تمام? بيكون في ووتر مارك مش بعرف احملها. فانت لما هتبعك للروبوت دوت لنك الصورة هيبعتها لك من غير ووتر مارك. ازاي? ما تسألنيش ازاي? لاني ده روبوت. تمام? طيب اه انا افترض مسلا عايزين نحمل مسلا اه مسلا الصورة دي. هنيجي هنا كليكي مين عليها ونقول له كوبي لنك ادرس. وبعدين نروح على الصفحة وندوس على مسج او رسالة. وهتفتح مربع اشيات مع مع الصفحة دي طبعا انا كنت بجرب على صور قبل كده. وعدوس على كلمة او ابدأ الاستخدام واتبعك له كلمة شطر. مبداية لازم تبعك له كلمة شطر. تمام? كلمة دي لازم تبعت هالو. في كل مرة هتبعت صورة لازم تبعك له الكلمة دي. بتقول لك اه اديني اللينك بتاع بتاع الصورة فانت عتيجي هنا تعمل كنترول فيه. تمام? او تضغط انت كده ابعت له لينك الصورة. هيبعت لك مباشرة اللينك الصورة زي ما احنا شايفين اهو بتدوس على كلمة الزرقه دي. طبعا هوا مش انجليزي. فانت بتدوس على الكلمة الزرقه اللي تحت دي بيحولك على لينك في الصورة زي ما احنا شايفين بتبدأ تحمل معي. من غير تماما. تقدر طبعا تعمل لها سيف. لو ضغطت عليها لو ضغطت هنا على كليك يمين وعملت سيب اميج او سيب اميج از وتختار مكان حفظ الصورة. تمام? طيب حابة بابعت صورة تانية. هروح مسلا اجيب اي صورة انا حابة بحملها مسلا الصورة دي مسلا. كليك يمين وهولو كوبي لينك ادرس. وحاجي هنا على الروبوت وابعت له كلمة شطر. تمام? هبعت كلمة شطر بالطريقة دي واضغط انتر. هيقول لي ابعك لي اللينك. يبقى انت كل مرة بتبعك له الصورة لازم تبعك له لاول كلمة شطر. تمام? تيجي هنا كنترول في وتدوس انتر. هيبعك لك لينك الصورة من غير زي ما احنا شايفين بالطريقة دي نضغط هنا على الكلمة الزرقه دي. هيحولنا على رابط تاني. الرابط دوت من خلال اقدر اشوف الصورة اللي انا عايز احملها من غير ووتر مارك. واقدر ان انا اعمل لها سيف عندي على الكمبيوتر او بتاعي. تمام? دي كانت طريقة حصرية مفيش اي مدونة ولا اي موقع شراحها قبل كده عن طريق الصفحة دي. طبعا الصفحة دي يا جماعة يكون اللينك بتاعها موجود اسفل الفيديو داخل الموضوع على المدونة. هتتطبق الخطوات اي صورة حابة تحملها. لازم الاول تبعك له قبلها كلمة شطر. تمام? وبعدين تبعك له لينك الصورة. طب حابة بس ابعت صورة يبقى تبعط برضو كلمة شطر. وبعدين بعدها لينك الصورة. تمام? يا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتم منه. منسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو. وتعملوا جهل الجروب بتاعنا عن فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.